احنا لسه بنتكلم عن الكتب الدراسية اللي صدرت في مصر واهتمت جداً بفلسطين لكن محتاجين نقف قدام قصة انا لما لقيتها الحقيقة يعني استغربت جداً ده وقتها غريب القصة دي اولاً اسمها قصة سالم في الميدان اللي كانت مقررة على تلاميذ الصف الثاني الاعدادي سنة 74 السنة دي السنة اللي بعد حرب اكتوبر مباشرة وبالتالي فدي رسالة من مصر ان بتقول ان المسألة ما انتهتش وبتعلم التلاميذ في المدرسة انه الكفاح والنضال ضد العدو مستمر واننا لسه متمسكين بفلسطين ولسه بنعلم عيالنا حب فلسطين وبنعلمهم ان القضية دي ماينفعش تموت القضية دي لازم تعيش طول الوقت معنا وكاتب القصة دي هو الاستاذ ابراهيم حسين عبدالهادي بيقول كتب القصة في اول صفحة بيقول ايه بقى ان القصة دي هدفها انها توضح الغاية من اقامة دولة اسرائيل عشان تكون بمثابة شوكة في جنب البلاد العربية وبتصور باسلوب قصصي سهل بسيط بيناسب التلاميذ اللي هم في المرحلة الاعدادية بتصور ايه بقى ما تعرضت لي بلادنا خد بالك هنا بيقول بلادنا ما قالتش فلسطين عشان المسألة دي تبقى واضحة عند الناس كلها ان طول الوقت العضاية الفلسطينية لما بنيجي نذكرها في كتب المدارس في الكتب اللي طلعها من وزارة التربية والتعليم في مصر واحنا شوفنا ده من سنة يعني 49 بنقول بلادنا